السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في المقطع السادس من الجزء الخامس ولتناولنا فيه أنواع التعديل الحديثة في هذا المقطع السادس وهو المقطع الأخير من هذا الجزء سنتحدث فيه عن ريديو ريسيفرز عن أجهزة الاستقبال الرديوية سنبدأ طبعا بأبسطها أنواع ويسمى بالديركت ريسيفر وبعدين سنتدرج في أنواع الريديو ريسيفرز طبعا الأبسط نوع اللي يمكن أن نشوفه أمامنا هنا هو ما يسمى بالديركت بالريديو ريسيفرز يسمى بالديركت ريسيفر اللي هو كيف ما نشوفه يتكون بكل بساطة من تيونر تيونر اللي هو عبارة عن باند باس فلتر يكون يمرر فقط الباند المطلوب يمرر فقط الباند المطلوب وبعدين سنشوفه هنا الـ RF Amplifier الريديو Frequency Amplifier ولو تتذكروا في جزء أعتقد في الجزء الثاني لما تحدثنا عن الرجيج وقلنا أن أهم جزء لقياس كفاءة جهاز الاستقبال أو نظام الاتصالات هي أول بلوك موجودة في الريديو ريسيفر لتحدد مواصفات وكفاءة الجهاز الاستقبال من حيث الرجيج وبالتالي تسمى بالـ Low Noise Amplifier يعني عادة الـ RF Amplifier يكون Low Noise Amplifier لأن الرجيج لشكل الأول Amplifier هو أهم السورس للرجيج لكل منظومة كلها فأول Amplifier يختار بعناية بحيث يكون Noise Figure عنده بسيط جدا أو قليل أو معدل إنتاجها للرجيج يكون قليل جدا ويكون ذو كسب أو Gain عالي بحيث يقلل من تأثير بقية الضجيج الموجود في البلوكس طبعا ممكن نترجوع للمحاضرة لمن نسي أو لمن لم يدرسها من قبل فنشوفه هنا عندنا الـ RF Amplifier بعدها يقوم بتكبير إشارة راديوية المستقبلة وبعدين الـ Demodulator اللي هو يفك التعديل طبعا بغض النظر سبب كانت Analog Signal أو كان Digital Signal فالـ Demodulator هو يفك إشارة التعديل بحيث يستخلص الإشارة المرسلة من جديد وبعدين الـ Low Bus Filter اللي هو عادة مثلا إذا كان الإشارة عندنا Low Bus فنحتاج Low Bus Filter بحيث نقوم بحذف أي إشارات مصاحبة أخرى غير مرغوب فيها ونتحصل فقط على الإشارة اللي هي المطلوبة وكانت Voice Signal والله كانت مثلا فيديو سيجنال ووطيفر سيجنال يعني نحن أرسلناه طبعا هذا يسمى بالـ Direct Receiver اللي هو كما قلنا أبسطها أنواعا أبسط أنواع Receivers طبعا تعاني من مشاكل كثيرة واللي هذا هي غير مستخدم ما حقيقة إلا في تطبيقات محددة جدا من تطبيقات اللي ممكن تستخدم فيها اللي هو التطبيق اللي يكون عندنا جهاز إرساله هو استقبال تيوند على Single Frequency يعني عندنا جهاز إرساله استقبال يكون أول حاجة للفرقوانسي يكون يعني مش عالي بشكل كبير جدا وفي نفس الوقت هو ثابت يعني مثلا عندنا سنسر السنسر يقوم بإرسال إشارة على كارير محدد ولا يتغير فيتم تصميمه بحيث يكون الباند باس فلتر أو يسمى بالتيونر يكون مصمم بشكل جيد بحيث يمرر فقط الحزمة الترددية المطلوبة فقط وبعدين يتم اختيار RF Amplifier بحيث يعني يعطي أفضل مواصفات عن ذلك التردد فقط وهكذا فهذا ممكن يستخدم يعني ولكن بشكل عام لو كان عندنا Receiver ممكن يشغل عند مجموعة ترددات مثلا لو عندنا Satellite Receiver ممكن يستقبل إشارة مثلا من 950 ميجا مثلا إلى مثلا 2 جيجا أو عندنا مثلا يشغل KU Band عنده Very High Frequencies مثلا يشغل على ترددات عالية جدا ممكن 6 جيجا أو 12 جيجا طبعا هذا النوع Receiver يكون غير جيد كذلك حتى للترددات اللي هي صغيرة مثلا لو عندنا AM Receiver مثلا يشغل من 500-600 كيلو هرتز إلى مثلا 1.6 جيجا هرتز أو 1.8 جيجا هرتز يعني عندنا Band وعندنا في داخل البان مجموعة كبيرة من المحطات أو من ونريد أن نختار بينها طبعا هذا النوع من Receivers يكون غير فعال على الإطلاق طبعا عنده عدة أسباب لعدم فعاليته سنتعرض لها بالتفصيل إن شاء الله تعالى على سبيل المثال كل تيونر أو هو Variable Band Bus Filter عندما يسمى بال كيو فاكتور والكيو فاكتور يحدد الكوالتي فاكتور يحدد الباندولث فعادا نحن نقوم بتصميم التيونر بحيث الباندولث اللي مرره يكون فقط الباندولث للشانل يعني مثلا عندنا تردد لتسي أن Receiver مفروض يستقبل من تردد F1 إلى مثلا F2 وبعدين في من F1 إلى F2 مثلا عندنا 100 قناة القناة الأولى والثانية والثالثة والربعة إلى المية طبعا عن التيونر المفروض إن لو نحن عاوزين نستقبل القناة رقم ثلاثة مثلا هذه القناة فالمفروض التيونر يكون بهذا الشكل بحيث يمرر فقط اللي هو التردد القناة الثالثة فقط يعني ويمنع البقية حتى ما يستشعر لنا ما يسمى بالتداخل اللي هي طبعا هذه الخاصية تسمى Selectivity أو القدرة على الاختيار ما بين القناوات عادةً الكو فاكتور يكون يتأثر أو يكون دالة في التردد نفسه يعني التردد اللي هو موجود اللي هو التردد الوسطي لما تغيره الوسط الكو فاكتور يتغير لما تغيره الوسط الكو فاكتور فهو ممكن يزيد الكو فاكتور ممكن يزيد أو ممكن ينقص طبعا نحن حتى لو كنا قسمة البوشينجز أقل من عرض من حزمة قناة واحدة لكن لما يزيد حيدخل معه قنوات أخرى تمام وبالتالي يحتبر Selectivity في هذه القنوات مثل لو صممنا على أن يستقبل القناة الثالثة بينما مثلا في القناة العاشرة العرض بتاعها لن يكون مساوي لعرض الشانل الوحدة حيكون يعني أعرض وبما أنك أصبح أعرض وبالتالي ستدخل معه قنوات أخرى في التونر وهذه طبعا هيسبب عندنا مشكلة بعدين في Selectivity يعني حتسمع ممكن أكثر من قناة أو Channels يتداخل مع بعضها طبعا هذه واحدة من عيوب Direct Receiver لأن Selectivity تحتمد على التونر وتونر كما قلنا هناك مواصفات معينة اللي هي حدود الفيزيائية تسمى بالحدود الفيزيائية لم تكن ليس تغيرها يعني الشيء الثاني طبعا أن ال RF Amplifier هيشتغل على ترددات مختلفة ليوم من F1 إلى F2 يعني كل F1 إلى F2 مفوضة شغلة عنها وعادة ال RF Amplifier لما يتم تصميمها يتم تصميمها بحيث يكون فعال عن تردد معين أو حزمة ترددية معينة فإذا كان من F1 إلى F2 حزمة واسعة جدا كما قلنا تحتها على 100 قناة أو 200 قناة مختلفة فهذه طبعا سبب عندنا مشاكل يعني صعب أنك تتصمم RF Amplifier يكون بمواصفات ممتازة على كل علبان ودث واسع فهذه طبعا مشكلة ثانية وبالتالي هذا النوع من يعاني من مشاكل يعاني من مشاكل الضجيج كذلك كما قلنا ال RF Amplifier لما تغيي تردد حيتغيي مواصفاتها ممكن الضجيج يكون أعلى ممكن ال gain يكون أقل عند تردد واسع قد يحدث عندنا ما يسمى ب Non Linear Corruption أو Distortion نوع من Non Linearity ال RF Amplifier صعب أنك تحفظ عليه يكون بنفس اللينياريتي على bandwidth واسع جدا وبالتالي لما يكون في ترددد معينة ممكن يعاني من some kind of Non Linearity في ال RF Amplifier وحتكون عندنا مشاكل وبالتالي كما قلنا هذا نوع مرسيفر صغير مستعمل وإن كان بسيط جدا حقيقة ممكن أنك تنجز بثلاث قطع فقط يعني فقط كويل اللي هو الملف والكباستر اللي هو مثل الباند باس فلتر وفقط اللي هو مثلا دايوت لو نستخدم دايوت فقط ممكن أنت تستخدم RF Amplifier يستخدم مثلا في AM Receiver تم تطوير طبعا ال Direct Receiver وتم استخدام ما يسمى بالSuper Hydrodine Receiver الSuper Hydrodine Receiver فكرة بكل بساطة مش هنضيعه في وقت لأنه أصبح من الماضي حقيقة كل هذه الريسيبر إذا أصبحت من الماضي وأصبحت يعني أشياء عتيقة كما يقال وغير مستعملة في النظم الحاديثة جدا ولكن النقص غير مستعملة بشكلها الانالوج ولكن طبعا الديجيتال تم تحويل وإيجاد صياغ جديدة منها ك ديجيتال Receivers لكن بكل بساطة أننا أشارنا من شوية لمشكلة الاختيار نقل نحن لما نغير تيونر فهذه هتسبب الكو فاكتور هتغير وبالتالي هيتغير معها عرض القناء إلى آخره وصعب أنك تتصمم الف أمبليفاير والديمودليتر كل هذه البلوكس تصموها بحيث تعمل بنفس الكفاءة على عرض نطاق أو حزمة ترددية عالية جدا من F1 إلى F2 بحيث استقبل القنوات التي هي موجودة فيما بينها وبالتالي Super Hydrodine Receiver الفكرة بكل بساطة أننا نحن نحاول التردد اللي جاي اللي هو الرف اللي جاي نحاولوه إلى التردد يسمى بالتردد الوسيط هو Intermediate Frequency هو التردد الوسيط تردد ثابت التردد هذا ثابت بحيث ما يعتمدش على الإشارة التي سنستقبلها ما معنا هذا الكلام تخيلوا معايا أننا نريد نستقبل إشارة من F1 مثلا نقوله تساوي 100 ميجا هرتز تمام؟ إلى F2 تساوي 200 ميجا هرتز تمام؟ يعني ما بين F1 إلى F2 عندنا عرض نطاق يساوي 100 ميجا هرتز لو فرضنا أن نحن نرص في قنوات channels كل قناة عرضها 1 ميجا هرتز وبالتالي معناها في هذا النطاق يوجد عندنا 100 قناة 100 ميجا هرتز موجودة مبين 100 إلى 200 ميجا هرتز تمام؟ الآن بدل من في الـ تيونر سيشتغل من F1 من 100 إلى 200 سيتغير وبالتالي صعب جدا أن نحافظ على نفس Q-Factor يعني من ناحية العملية وبالتالي هيكون عندنا عرض النطاق هيكون يتسع أو ينزل على حسب التردد الآن نتخلص من هذه المشكلة بكل بساطة أن هنا عندي RF-TNR وعندي Local Oscillator يعني عندني في الرسيفر نفسه يوجد عندي جهاز generator يعني مولد تردد مولد تردد هذا أن نعدلوه يتم تعديله بحيث أن Frequency اللي واصلة ناقص Local Oscillator Frequency يعطيني دائما تردد ثابت يعطيني تردد ثابت بمعنى لو فرضنا كفرض يعني بس أن نحنا فرضنا أن نريد أن نعمل IF Frequency يكون خمسين ميجاهرتز نريد أن يكون هذا مثلا خمسين ميجاهرتز نريد الف Frequency يكون تردد ثابت تمام طبعا مواصفات الف لابد أن يكون أعلى بكثير من القنوات التي نستقبلها بالقناة التي نستقبلها هي واحد ميجا خمسين ميجا هذه حققت الشرط يعني ما يعادل تقريبها خمسين قناة ممتاز الآن لو أنا عندي هنا مثلا مية ميجا لوني نعدلت RF Tuner على المية ميجا أنا نبقي القنال هي من مية إلى مية واحد هي القنال أولى من مية إلى مية واحد الآن RF Tuner عندي على المية الـ الـ موصول مباشرة بالـ لما نرى هذا على المية ميجا تمام اللوكال سيكون على خمسين على خمسين ميجا الآن مية ناقص خمسين طبعا هنا هنا حيكون عندي مكسر لما تدير مكسنج ما بين ترددين الناتج ربما اي نانلينيار اوبريشن هي سيكوير اوبريشن شن حتعطيك حتعطيك مجموع الترددين والفرق بينهما مجموع والفرق المجموع حيكون تردد عالي مية وخمسين ممكن ندير سابريشن نحاوله لانا عندي اي اف فلتر وننبيل خمسين اذا المية ناقص خمسين حيعطيني خمسين الخمسين يسمي ال اي اف فريكوانسي الان تخيل انت تبقى القناة مثلا قناة اخرى بحيث ال ار اف فريكوانسي هي مية وخمسين لما تكون ار اف فريكوانسي مية وخمسين ال لوكال السليتر هيكون مية ليش لانا مية ناقص مية وخمسين هيعطيك خمسين دائما ال اي اف فريكوانسي ثابت ال اي اف فريكوانسي ثابت ال لوكال السليتر يتغير على حسب ال ار اف اي حسب ال ار اف تيونر ولكن ال اي اف فريكوانسي هذا دائما كونستانت على الأقل حنحكو بشكل نظري الآن عمليا طبعا جاءنا مشاكل أخرى مثل ما يسمى بالمجي فريكوانسي لأخير مش هندخل في تفاصيلها ولكن نحكو بشكل ايديل أنها نحن الافريكوانسي حيكون ثابت الآن ما بعد هذه المرحلة وامسي تالي حتكون كلها كأنها دايركت رسيفر لغش الميزة الآن أصبح دايركت رسيفر تم التصميم يعمل على تردد واحد وبالتالي يمكن أن نعمل بشكل يكون يكون في أفضل حالة عمل ممكنة بهذه الطريقة بهاية الطريقة حولنا إلى تردد ثابت وأصبح نتعامل مع فقط 50 ميجا مهمنيش أنها تتغيير من 100 إلى 200 تتغيير من 100 إلى 1000 ميجا هذا مهمنيش لأن الافريكوانسي كونستانت وبالتالي الافريكوانسي كونستانت الديزاين بتاع الفلتر الديزاين بتاع الامبليفاييرز الديزاين بتاع الديموديليشن الديجتال بروسسس كل شيء يتم فقط على الـ 50 ميجا هارتز تذكر أنه مجرد إجزامبل ولكن لو تدخل على أي مواصفات مثلا على الـ Satellite Receiver هيقول لك مثلا هو يشتغل على IF Frequency 950 ميجا هارتز مثلا Another Satellite Receiver ممكن تلقاه في بعض الـ Receivers يشتغل على two stages من الـ IF يعني يحول الـ IF الأول لو يكون عند الـ Low Noise Block ما يسمى عند الـ Antenna نفسه يتم فيه Down Converter يتم تخفير التردد إلى تردد أولي ثم بعد ذلك عنده Receiver يتم تحويله إلى تردد آخر IF Frequency يعني ممكن تحويله على أكثر من stage، خلال ما يكون تردد عالي جدا لما تستقبل في تردد 30 جيجا مثلا صعب تبي تحول لما 30 جيجا إلى فقط إلى مثلا 50 ميجا أو 100 ميجا يكون بعض الأحيان صعب خلال في الأجهزة القديمة وبالتالي يتم تحويلها على أكثر من stage على أكثر من مرحلة لو شفت الـ AM Radio ممكن تبشي مثلا النت وتكتب الإنترنت في الجوجل وتكتب مثلا الـ Intermediate Frequency الخاص بالـ AM Receiver هيعطيك الخاص بالـ FM Receiver هيعطيك يعني كل Receiver عنده IF Standard كستاندر معين هيكون عنده Intermediate Frequency أو تردد وسيط خاص به وبالتالي يتم تصميم كل الـ Receivers أو الأجهزة الاستقبال على هذا الـ IF Frequency إذن عندنا مرحلتين في السوبر هيتو داين Receiver عندنا مرحلتين المرحلة الأولى تحويل ترددات وتغيراتها إلى تردد وسيط ثم بعد ذلك بقية Receiver كأن الـ Direct Receiver التي تحدثنا عنها سابقا ولكن الآن معدل على تردد واحد تمام طبعا هذا زي كما قلنا أصبحت من الماضي وأصبح عندنا الآن الحاضر نتكلم على ما يسمى بالـ Software Defined Radio Software Defined Radio هي عبارة عن جهاز استقبال مواصفاتها بالكامل تتحدد وفق لـ Software عبارة عن برغرام برمجة برمجة يعني ريديو مبرمج تمام طبعا لو رجعنا سابقا مثلا هذا receiver مثلا يتم تصميمه أنه يكون AM مثلا receiver تخيلنا هذا AM receiver إنت AM receiver الآن تبيتحول إلى FM receiver ما ينفعش لأن هذا يعني نقص على الريديو القديم هو Analog وبالتالي تم تصميمه ولحم Transistors والDemodelators كلها على أن يكون AM لو تبيتحول إلى FM تشري receiver ثاني تمام الآن عندي FM receiver Analog وقلت أنا نبيه الآن يتحول إلى Digital Receiver ما ينفعش لابد أنك تجيب receiver ثاني أو تعيد تصميمه من جديد الآن عندك receiver خاص بالريديو قنوات الريديو وقلت الآن أنا نبيه نحوله بحير يكون receiver نستقبل به قنوات تلفزيونية ويكون عندي مثلا output ممكن يكون على سبيل مثال Signal Output أو Video Output ويكون نكسد للمونيتور ويكون يتفرج على قنوات ما يسمى بالDVP اللي هو Digital Video Broadcasting طبعا ما ينفعش كذلك ليش لأن الريديو هذا تم تصميم أن يكون أنالوج ويستحيل تحويله فجأة إلى Digital أو أنه Digital حتى أنه كان Digital رقي تم تصميم أنه يكون ريديو يعني القنوات المسموعة يستحيل تحويله مباشرة إلى مستقبل الإشارات الفيديو مستحيل طبعا لأن مواصفات مختلفة تماما طريقة Demodulation وعيد Signal كيف التعامل معها Demodulation وDemodulation كل شيء مختلف تماما وبالتالي يجب أن تتمشي وتشتري جهاز خاص بك الآن الفكرة قالوا لو نحن حولنا الإشارة RF اللي هي جاء من الهوائي حولناها مباشرة إلى Digital Signal أصبحت Digital Signal كأنها Signal موجود على الكمبيوتر وبالتالي ممكن تتعامل معها بأي شيء يعني هذه Signal أنا ممكن بنسقبل بها Radio Signal AM Radio خلاص Design بتاع Receiver عبارة عن معادلة Just Equation وهي Digital أصلا ندير Generation Equation وبعدين نضرب Two Significers بعضهم وندير Digital Filter كل يندار على Digital Signal Processing بالDigital Signal Processor أو على حتى البروصصر العادي هو الكمبيوتر وإن كان طبعا يوجد الآن Very Effective Processor Designed لل Software Defined Radio نعم يوجد الآن Receivers خاصة بها وبالتالي ممكن تغيرها أنت كلها قصة Code كلها قصة Code كلها قصة برنامج تكتب البروغرام تبي Receiver راديو تبي تخليها Mobile يعني شنو Stagram بتاع Mobile معروف شكلها Stagram طبعا هتحتاج إلى نوع ما يسمى Control Signal يجعل كيف يتواصل Mobile مع Base Station تحتاج إلى Sim Card كيف تقرأ authentication key مثلا كذا كل شيء يمكن تنذار ك Software يعني كل المعادلات تكون شيء تعمل Software وبالتالي Software Defined Radio حقيقة أحدث نقلة كبيرة جدا في نظم أجهز الاستقبال وحقيقة يعني ليس فقط على المستوى الموبايل وعلى المستوى الأجهزة اللي هي متقدمة جدا في المستقبل المستقبل القريب يعني لن تجد Old Fashion في Receivers خاصة يعني جيل قديم Receivers انتهى والجيل القادم حيكون كل حتى تشري راديو خاص بالAM والFM يعني سيكون أرخاص لهم يستخدم Software Defined Radio لأن أصبحت System On Chip صغيرة جدا ممكن تعمل بها أشياء كثيرة يعني ممكن تحولها كيف ما تبي عن طريق الكوت تبرمجها كما تريد وبالتالي نجد الآن مثلا كثير من 4G 4G systems مثلا هي Base Station 4G لما أرادوا أن يدخلوا لها بعض التحسينات ليدخلها 5G حقيقة كثير منهم بدون تغيير الهاردوير يعني يعني ما فيش تغيير الهاردوير ما فيش استبدال الهاردوير يجيك فيرموير أو مسمى بـ program كود جديد يتحول بالذات الـ Base Station طبعا على مستوى الموبايل لسه شوية الموبايل نتيجة محدودية الحجم وكذا في وبعض الأحيان يعني لأغراض تجارية أن كنت لازم تشري الموديل الجديد كذلك حققت حتى في Base Station بعض الشركات حقيقة لديها بعض التلاعبات في هذا المجال فبعض الأحيان مثلا أن يفرض عليك إضافات هاردوير أو أن الصوفت وير نفس يمع عنك بمقابل ما تدفع مبلغ تقريبا يساوي مبلغ Base Station جديد حتى يدل upgrade من لفل إلى لفل آخره ولكن الفكرة أن كل الريسيفر الآن أصبحت ممكن نتحكم فيها عن طريق الكود عن طريق البروغرام ممكن تشغل بها مثلا تبدأ modulation face shift king quadrature face shift king quam off dm normal whatever يعني تدخل معها multiple antennas أي شي أصبح كل بالإمكان برمجت ما هي فكرة عمل كيف يشغل SDR SDR بكل بساطة يعتمد على التالي طبعا عندنا الهوائي الهوائي لا نستغنى عنه دائما هو أول شيء قابل في جهاز الاستقبال وهو آخر شيء في جهاز الإرسال وهو من أهم الأشياء حقيقة يعني أي تصميم خاطئ للهوائي يسبب في فشل قد يسبب في فشل أو في انخفار مستوى الكفاءة جهاز أو منظومة الاتصالة كلها الآن عندنا الباند باس فلتر وعندنا لو نويس أمبليفاير موجود عندنا في البداية بعدين عندنا فريكوانسي داون كونفيرتر يعني نفس ما حكينا نعم داون كونفيرتر مثلا من الـ تخيم مثلا فريكوانسي يعني عندنا على سبيل مثال 30 جيجا هرتز بعدين استخدمنا الفريكوانسي داون كونفيرتر حولناها من 30 جيجا إلى 1 جيجا هرتز الآن 1 جيجا هرتز هندخلوها على أول شيء على الانالوج ديشتا كونفيرتر 1 جيجا هرتز هذه عبارة عن 1 جيجا هرتز هذه عبارة عن الـ RF سيجنل يعني الـ RF سيجنل ولكن تم انزالها يعني مثلا عندنا باند معين مثلا 30 جيجا تخيل عندنا مثلا الإشارة اللي عندنا على سبيل المثال من 30 جيجا هرتز إلى مثلا إلى لتساي 30 بوينت مثلا 05 جيجا هرتز يعني عندنا حوالي 50 ميجا هرتز باند عرفت أننا 50 ميجا هرتز باند وبالتالي حولناها نحن إلى 1 جيجا عملنا Down Converter أو Down Conversion للتردد إلى 1 جيجا الآن 1 جيجا لا تزال موجودة في الـ RF ولكن تم نقلها من 30 إلى 30 05 إلى 1 إلى 1 05 جيجا هرتز ولكن ما زالت محافظة على نفس المواصفات الإشارة الآن حولناها من ديجيتل من آنالوج إلى ديجيتل لما حولناها إلى ديجيتل انتهى الموضوع لما حولناها إلى ديجيتل سيجنال الموضوع انتهى أصبحت إشارة ديجيتل بالكامل نستطيع أن نعمل بها ما نشاء يعني كأنك تقرأها بالكمبيوتر بالمثلب وتقرأ تكتب أي كود في تحليلها في ديموديليشن تقدر تعمل أي شيء أنت عاوز بها بالسيجنال نفسها تحولت إلى ديجيتل سيجنال أصبحت ديجيتل سيجنال طبعا ليش دلنا دون كونفيرجين لأن دون كونفيرجين يجعل من الأرخص استخدام ال SDR لأن الآن عندما تجد الكونفيرتر بعض الأحيان طبعا كلما زاد التردد التي تريد تشتغل به كلما زاد ثمنها الآن نحتاج إلى سامبليغ فريكوانسي السامبليغ فريكوانسي السامبليغ فريكوانسي لابد أن يكون مثلا تخيل عندنا 1 قيجا 1 قيجا نحن عاوزين كل الباند تخيل نحن عاوزين كل الباند اللي هو من صفر لغيرت 1 قيجا كل الباند نريدين يعني أعلى تردد هو الـ 1 قيجا تمام إذن سامبليغ فريكوانسي لو ترجعوا للمحاضرة اللي خاصة بتشتغل كومنيكيشن لما تحدثنا عن السامبليغ قلنا السامبليغ فريكوانسي يجب أن يكون على الأقل ضعف أعلى تردد في الإشارة أعلى تردد في الإشارة هو 1 قيجا إذن سامبليغ فريكوانسي لابد أن يكون على الأقل 2 قيجا سامبلي برساكن تمام الآن لو كل سامبلي حولناه إلى 10 بيت لو كل سامبلي حولناه إلى 10 بيت 10 times 2 ما لنا هيكون عندي البيتريت هيكون عندي 20 قيجا بيت برساكن 24 قيجا بيت برساكن يعني بتردد عالي جدا نحتاج إلى أول شيء ADC لو يشر عند 1 قيجا زمان يعني قبل 20 سنة كان تقريبا غالي 8 جدا يعني كان لا تجده تقريبا إلا في المعامل أو في الأجهزة غالية 8 جدا يعني الآن أصبح سعره يعني مناسب جدا أصبح بالإمكان التعامل معه موجود وهذه طبعا سهلت يعني هذا ممكن لو أحدكم يسأل لماذا software defined radio يعني ظهرت أخيرا ظهرت خلال ممكن 10 سنوات أو 15 سنة الأخيرة فقط أين كانت قبل ذلك طبعا فكرة قديمة جدا الحقيقة الفكرة يعني كفكرة موجودة ممكن حتى قبل 40 سنة أو أكثر يعني ولكن كان شبه صعب أو يعني كان شبه مستحيل في ذلك الوقت أن نعمل ADC يشغل عن تردات عالية جدا مثل 2 أو 3 جيجا سامبل بير ساكن يعني يعتبر ربما في المعامل وبمتجهيزات خاصة ويكون غالي ثمن جدا ولهذا طبعا تأخر SDR ولكن الآن أصبحت هذه متوفرة وسعرها مناسب جدا وأصبحت موجودة هذا سبب وجود الـ ولكن يوجد بعض مباشرة موصول بال ADC يعني بعض موصول خصوص إذا كان تردد أصلا قليل يعني مثلا تخيل أنت تب بعد الأمبليفاير والفلتر البند باس فلتر موصولة مباشرة بال ADC وبعدين يصبح كل شي ممكن يندار بال بال باللوجيك باللوجيك وطبعا وهذه طبعا أعطت الآن يعني ممكن بعض كم يسمع ونحدث عنها بالتفصيل في المحاضرات القادمة لما نتحدث عن الجيل الخامس في الجيل الخامس يعني نتحدث الآن على الـ Virtual Network اللي هي ما هيش Hardware قدامك يعني الـ Network ليست موجودة كHardware أين موجود الـ Network موجودة Code وين قاعد الكود قد يكون في الكمبيوتر وقد يكون في الـ Cloud يعني الآن في أجزاء من المنظومات الاتصالات هي موجودة كلها على ما يسمى بالـ Cloud أو بالسحابة وكيف يتم هذا الشيء يتم أن يشوفوا الـ Network أو الموبايل Network فيها أجزاء معينة اللي بدأ تكون موجودة كHardware مثل هواي مثل هواي ما تقدر تستغني عنه وتضع مكناة معادلة مثل هواي مهم جدا ممكن بان باس فلتر ممكن لو نويس أمبليفاير هذين موجودة كHardware هذه موجودة ممكن تجدها في Base Station لكن ممكن Down Converter لكن بعدين لما نحولوها إلى Digital خلاص ممكن نرسلها والبروصس اللي هي خاصة بالـ Functions أو بالمهام اللي هي موجودة في Base Station سواء كانت في Physical Layer سواء كانت في Core Network هذه كلها ممكن تنجز على ما يسمى بـ Cloud Computing وبالتالي Cloud Computing هي عبارة عن سيرفرات ضخمة جدا سريعة جدا جدا ممكن تأجرها شركات ضخمة مثل Amazon وغيرها موجودة أو Google أو عندها سيفرات كبيرة جدا وممكن تأجر أجزاء من هذه السيفرات أنك تتأجر منها تخيل أنت أصبحت عندك موبايل operator في المستقبل يعني معاشي مثلا عندنا المدار الليبيان ممكن أي شخص يأخذ فقط ترخيص من من الدولة وممكن هو يأجر من هذه الشركات الضخمة يأجر جزء أنه يضع عليه ويوزع ويبدأ يشتغل ويبدأ يفتح يصبح network operator بتكلفة بدائية أو ابتدائية حقيقة تكون زهيدة جدا بالمقارنة مع الoperators الموجودين حاليا حاليا لما تبدأ موبايل أو تكون operator مشغل حقيقة مكلفة جدا أنت تدير radio planning وتضع base stations في كل مكان وكل base station في عندك tower وعندك تحتاج إلى تهوية وتحتاج إلى تكييف وتحتاج إلى كهرباء وتحتاج إلى صيانة يعني تحتاج إلى first cost بعض الأحيان يكون مليارات ولكن الآن أصبح base stations تكون بسيطة جدا ممكن تكون حتى صغيرة في الحجم توزحها في المدن وبعدين لكن تحتاج وقت سريع جدا أو في وقت قصير إلى cloud ويتم computation ويتم إرسالها back طبعا تحجم من التختية تحتاج إلى تكون عندك very well networked مثلا بالfiber optics إلى آخرين ولكن الموضوع لا يزال في بداياته ولكن موجود وبدأت الآن أفكار كثيرة في كيفية استثمار وكيفية فتح يعني مشغلين موازين وإن كان طبعا حاليا ممكن المشغل الموازي يكون أصلا يشتري حصة أو يشتري كوتا معينة حتى من الoperator الموجود حاليا ولكن الموضوع لا يزال في البدايات هذا بمصب SDR فالSDR فإن فكرة بكل بساطة أن الإشارة من RF نحولها إلى digital ولما حولت إلى digital أصبحت نتعامل معها كdigital signal أي operation نريد أن ننجزها ننجزها كdigital على الكمبيوتر معاش نحتاج إلى تصميم هاردوير خاص أن يدير هذه الoperation وهاردوير خاص يدير تلك الoperation طبعا هنا عندنا مشاكل مشاكل تطبيقات التي تحتاج إلى تأخير صغير جدا باللتنسي لا يتعدى 10 millisecond وبالتالي عندما يسمى بال edge وهو الكمبيوتر لا توصل إشارة حتى لكلاود ولكن الإشارة ممكن تنجز في الكمبيوتر يكون موجود بجنب البيست station بحيث بعض الأشياء التي تحتاج إلى استجابة سريعة جدا يتم إنجازها لوكالي طبعا موضوع نتحدث عننا بالتفصيل لما بالنسبة لهذا الجزء يعني خذينا فكرة عن أنواع التعديل الحديثة وهي CDMA وخذينا فكرة عن OFDM وفكرة عن Non-Orthog Multiple Access ما يسمى بالNormal هي حتكون جزء من New Radio في جيل خامس وبعدين كذلك حدثنا عن أنواع Receivers وختمناها بالSDR وهي Software Defined Radio مهم جدا في شيء أنساه فقط إشارة لطيفة من كم سنة تقريبا من خمس أو ست سنوات تقريبا كان عندي طالب هذا طالب كان محتار في موضوع الماجستير يعني شن هي خلص المواد وآتى إلى المكتبي وقال أنه عاوز أنه يشتغل في شيء بس يكون له طابع عملي ففي ذلك الوقت قابل ما يدخل أنا كنت على SDR وفوجدت أنه في عنا نموع من SDR اللي هي لأغراض الهواية يعني الناس اللي عندهم هواية بالراديو بالكمبيوتر فهو كان رخيص ثمن جدا يعني كان SDR تقريبا ذلك الوقت لا يتعدى سعره يشوف يعني من حوالي ست سنوات يمكن لأن يكون أرخص في ذلك الوقت كان سعره في حدود سبعين دولار تقريبا تشري SDR معه هواي ومعه USB بالكمبيوتر وبعدين جاي معه مختلف فهذا الهاردوير صغير جدا يعني هو عبر SDR وهواي فقط يعني كان يحول في الإشارة كان ممكن باستخدام السوفتوير ممكن تستمع إلى FM راديو ممكن تستخدم إلى AM راديو ممكن تستخدم في DVB في Digital Video Broadcasting بحيث أنت تعرض الفيديو الكمبيوتر أي قنوات تلفزيونية نقصد يمكنك استعمالها في استقبال إشارات الكاميرات اللاسلكية اللي توصل على عساس للحماية أو للمراقبة خصوصا الغير المشفر منها ممكن تستخدم ما هو نفسه أنك أنت تكشف الباند اللي هو يستعمل في JSM يعني بحيث أنت تعرض في JSM للباس ستيشن القريبة منك ما هي الفريقونس اللي تشتغل عليها ممكن تستخدم كسبكترم أنالايزر يعني حقيقة كانت يعني عندها تطبيقات جميلة جدا ورخيص الثمن جدا وكان يعني في ناس كثيرة تحب تشتغل كهواية يعني فطلبت مننا أنه يشوف يشتريه ويستخدم فترة وطلبت مننا أنه يكون نشتغله على SDR وبعدين ممكن نشوفه تطبيق كويس نشتغله عليه وفعلا هو اشتغل عليه فترة وواجهات في البداية صعوبات خاصة لأنه كان يشتغل على الماك السوفتوير كان يشتغل مع اليونيكس أو مع الويندوز ولكن مع الماك بوك كان عنده فيه مشكلة وبعدين وجد يعني واحد أو شخص وجد نواضع تعديلات بحيث اشتغل حتى على الماك بوك وشغل واشتغل به كان يعني مبسط جدا وبعدين وجد الموضوع الحقيقة والموضوع كان ممتاز اللي هو مراقبة ما يسمى بالكيوب سات اللي هو الأقمار الصناعية الصغيرة اللي هي موجودة والتصادف سبحان الله أنه نحن تقدمنا على بعد ذلك لإطلاق القمر الصناعي بلوك اللي هو اللقم الصناعي الصغير ما يسمى بالصندوق الصغير حوالي حجمه يكون من لتر إلى ستة لتر وتم هذا الطالب أصبح الآن يدرس في هذا الموضوع فتم استخدام هذا رسيفر كما أشرت إلى استقبال إشارات من هذا الكيوب سات اللي هو موجود أوريدي وبعدين طبعا طبعا إنه بسيط هذا تم شراء أنواع أخرى وبعدين هو خلص المجلسية الحقيقة في هذا موضوع والآن يعمل دكتوراه في نفس الموضوع وقام هو نفسها ببناء محطة أرضية صغيرة في الجامعة في جامعة فازا ويستقبل الآن على الساس أننا إن شاء الله خلال المدى القادم سيتم إطلاق القمر الصناعي الخاص في جامعة فازا وفتحت أفق كثير جدا من بداية الـ فالناس المهتمة بإلكترونيكس يعني ممكن يشوف الـ وممكن يجيب ها للكمبيوتر ويوصل ويشوف يشتغل به ويبدأ يمكن يكتب الكود اللي هو خاص به وموضوع مفيد وشيق جدا نراكم إن شاء الله في الجزء القادم إن شاء الله سيكون الجزء السادس والآن نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته